السلام عليكم. هنتكلم على رموز اعطال غسالة فيزيتل. او العطل معنا بيظهر على الشاشة. لو ظهر معنا او اي واحد. يشير ان الباب مفتوح. طبعا الباب بيكون مفتوح او اللوك بتاع الباب تالف او السويلش بتاع الباب. وطبعا اتكلمنا على ازاي نصلح السويلش لو تالف او غير اللوك الباب. اه طبعا لما نتأكد ان هو مقفول كويس. اه ما فيش حاجة منعة ما بين اللوك ومنعة ما بين الباب نفسه. عطل ايه اتنين عدم كفاءة المية. اه ودي المشكلة دي بتظهر كتير. علشان بيكون فيه انسداد في مصفاة خرطوم امداد المية. لازم نقفل حنفية نفك اه خرطوم المية المتاجه للغسالة. وننضف المصفاة من اي رواصب. اه ولو فضلت معنا المشكلة طبعا بيكون الصمام اه تالف او التوصيلات بتاعته فيها مشكلة. اي زيرو تلاتة فلتر الماء مسدود او المضخة لا تعمل. كن بتنظيف الفلتر. دي خاصة بالفلتر. اه مشكلة فيه الصرف. نحتاجين ننضف الفلتر علشان مسدود من اه وبر ملابس او اي حاجة تانية كانت فيه الملابس. فمننضف الفلتر ونتأكد ان الصرف اه سالك. والخرطوم بتاع التصريف غير ملتوي او مسدود. وهي يرجع تشتغل معنا لو ظهر معنا اي تلاتة. لو ظهر معنا بقى اي اربعة او اي زيرو اربعة. كمية الماء في الغسالة تتجاوز القاعدة. يعني الماء اكتر من اللازم. ودي اه يتم حل المشكلة في الوضع التلقائي. ممكن يكون مشكلة في ميزان الماء او صمام دخول الماء فيه. واطلهم محتاجة تغيير. اي زيرو خمسة. ده اطل في عنصر التسخين. السخان المسؤول عن تسخين الماء. لو احنا مختارين ماء سخنة في اسناء الغسيل. ويتم محلها عن طريق التنظيف او استبتعى عنصر التسخين. مع الوقت بيكون حواليه رواصب. فبيخلي التسخين ضعيف. اه محتاج تنظيف. او العنصر نفسه او السخان نفسه بيكون تالف او الوصلات بتاعته فيها مشكلة. ولازم فني طبعا علشان هو يختبره او حتى التنظيف بتاع السخان لازم فني لان فكه مش من السهل. ايه تمانية ايه ستة اه دي مشكلة في مطور الغسالة. المحارج فيه مشكلة او الوصلات بتاعته. ايه سبعة فشل وحدة التحكم الكارتة او اللوحة الاكترونية برضو فيها مشكلة محتاجة فني متخصص علشان يعرف المشكلة فين ويعالجها. ايه تسعة الطيار الكهرابي او جوت لو كهرباء الفولت اعلى من اللازم او اقل من اللازم طبعا المطور او الغسالة نفسها مش هتقدر تشتغل علشان بيكون اه امان لو جهود منخفض او اعلى من اللازم بنجرب نشغل الغسالة في وقت تاني وبيصار لنا عطل ايه تسعة. اه دي مش مشكلة خالص في الغسالة دي مشكلة في الكهرباء بتاعت المنزل. ايه عشرة نوعية الماء المورد اقل من المعيار المزموح به. دي ممكن يكون مشكلة في الصمام دخول المية. في رواسط محتاج تنظيف او ممكن يكون ميزان المية برضو في مشكلة.